شهدين في كل مكان أهلا بكم ولقاء جديد وبرناميكم مع الناس لما نجي نتكلم عن التراث بنقول هو بيعتبر من أهم النقاط اللي بتميز كل هوية لأي دولة وإحنا طبعا التراث المصري تراث عظيم وثري جدا فكرة تعليم التراث أو أن احنا نعرف ونقدم وعي قومي عن التراث دي فكرة أهمة جدا جامعة حلوان في الحقيقة تولت هذه المهمة وكان عندها العديد من البرامج اللي هدفها توعوي بالنسبة لقيمة التراث في مصر ولكن في الفترة الأخيرة كان من المهم جدا فكرة أن جامعة حلوان حصلت على قرص اليونسكو في تعليم التراث حول هذا الموضوع وتفاصيله وأهميته بالنسبة لمصر وللإقليم ككل سواء إذا كان على المستوى الإفريقي أو المستوى العربي سيكون موضوع حلقتنا نهاردة تعالوا مع بعض نبتدي زي ما احنا متعودين بعد الفاصل وأخبار الناس كان لكم بعد الفاصل عزيزي المشاهدين والخبر الأول عندنا بيقول انطلاق مراحل جديدة من قوافل ستر وعافية لأهالي الأقصر بمشاركة ألفين متطوع من كينات التحالف الوطنية للعمل الأهلي التنموي لخدمة أهالي قرى الأقصر وطبعا ده تنفيذا لتوجيهات الرئيس بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقصر استحقاقا وهذه القوافل عزيزي المشاهدين بتضم مجموعات متنوعة من الخدمات للمواطنين بتشمل قافلة طبية وأجهزة تعويضية بالإضافة للتوعية بكرت الخدمات المتكملة لأصحاب الاحتياجات الخاصة كما تشمل أيضا حمل الطرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء وده طبعا بجانب القوافل اللي بتكلم عن التمكين الاقتصادي في تمويل بعض المشروعات في القرى تهدين من المحافظات وبالتحديد من محافظة الأسكندرية حيث أقيمت ندوة تفقيفية نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بالأسكندرية بمناسبة انتهاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبدأ المرحلة الثالثة من سنة 23 لسنة 30 والتي استضافتها جامعة الأسكندرية وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلة أولى سنة 2014 طبعا كان في هذه الندوة ضرورة توعية بمخاطر الفساد على المجتمعات والأفراد وطبعا منع الفساد لحماية الدولة والمواطنين باعتبروا العنصر المؤثر في تحقيق العدلة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 20-30 ودلوقتي مشاهدينا في كل مكان بنبدأ مع بعض اللقاء النهاردة ويساعد أن نرحب بالدكتورة رشا مطوع مدير مركز التدريب وتعليم التراث الثقافي بجامعة حلوان وطبعا حضرتك طبعا برضو أستاذ في جامعة حلوان أهلا بيك أهلا بحضرتك أهلا بسلام عندنا تفاصيل كتيرة قوي النهاردة في احتفالية ضخمة بمناسبة حصول جامعة حلوان على كرسي اليونسكو لتعليم التراث يعني فيه تفاصيل كتيرة كده عايزين نعرفها واضح لنوضوع مهم جدا وفيه تفاصيل كتيرة فخلينا نبدأ في البداية فكرة كراسي اليونسكو مفهوم كرسي اليونسكو إيه هو عبارة عن إيه وإيه يعني أهميته علشان نقول أن دي فعلا تعتبر خطوة أهمة لجامعة حلوان أولا أهلا سعران شكرا للاستضافة هو بالفعل موضوع كراسي اليونسكو ده موضوع أهم جدا يمكن يكون جديد على مصر شوية لكن هو موضوع بالفعل أهم كراسي اليونسكو هي بتعتبر يعني منظمة الأمم المتحدة ممثلة في القسمة الخاصة بالتراثة بتنشئ كراسي جامعية بتعتبر زي مراكز تميز في مجال معين من المجالات اليونسكو مهتمة بيها سواء كانت التعليم أو التراث أو غيره فبتنشئ الكراسي دهية بتعتبر مركز تميز قطب تميز في منطقة بأكملها يعني كرسي اليونسكو بالأنشطة بتاعته هو المفترض أن هو بيقوم بدوره ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى كمان الأقليمي هناخد على سبيل مثال كرسي اليونسكو اللي احنا إدنا بفضلها نحن نشيق في جامعة حلوان هو خاص بتعليم التراث وبيهدف إلى تطوير تعليم التراث والتوعية بالتراث وبقضايا التراث والحفاظ على التراث وحزن إدارته ليس فقط في مصر ولكن مصر والوطن العربي وعلى المستوى الأفريقي خلينا نتكلم فكرة أن الكرسي يتحدد أنه تابع لهذه الجماعة أو لهذا المركز ده معناها اعتراف من اليونسكو بالتميز لهذا القسم بالضبط نتكلم عن هذا القسم بقى اللي في جامعة حلوان اللي يعني كان تواجده ونشاطه وأبحاثه على درجة عالية جدا يعني مستوى عالي جدا لدرجة أن اليونسكو تعطيه هذا الكرسي على المستوى الأقليمي الحقيقة احنا في جامعة حلوان بدأنا رحلتنا في التراث من سنة 2012 في سنة 2012 بدأنا ننشئ برامج متخصصة في مجال الدراسات التراثية والمتحفية كان أول البرامج دي كان برنامج اسمه حافظ التراث وقدرت المواقع هو برنامج دولي بشاركة مع جامعة ألمانية جامعة براندنبرغ في ألمانيا البرنامج بيخاطب المتخصصين في مجال حفظ التراث واللي احنا بنترجمه لأنه هو الترميم يعني ومجال إدارة التراث المتخصصين يعني الموظفين الموجودين في وزارة الأسهار والهم شغالين في مواقع تراثية سواء في أقسام الترميم أو شغالين في إدارة المواقع التراثية بصفة عامة ده كان أول برنامج ننشئه في جامعة حلوان بعد ذلك بالسنتين أنشأنا برنامج آخر في درسات المتحفية وبرضه بالشراكة مع جامعة ألمانية وهنا بيركز أكثر على المؤسسة المتحفية بكل ما تحتويه من أقسام وبرضه موجه لمتخصصين دي البرنامجين دول برامج ماجستر لما أنشأنا برنامجين الماجستر وكنا بنخاطب بيهم الجراديوز بالفعل ناس المتخرجة بالفعل من كليات اللي هي مرتبطة بمجال التراث والمتاحف علشان نسقلهم بالأكاديمية أو بالمعلومات الأكاديمية وبالتراث الأكاديمية اللي جانب خبرتهم العملية قلنا لأ طب إحنا عايزين بقى كمان نهتم بالأنتر جاديوس ونبدأ نأسس لقسم متخصص في مجال الدراسات التراثية المتحفية فأنشأنا برنامج باكاليريوس في الدراسات التراثية المتحفية وكان الكلام ده سنة 2016 تلا ده نحن عملنا برنامج دكتوراه كمان في الدراسات التراثية المتحفية وبكده أصبح عندنا قسم متكامل اهتمينا بالبحث العلمي وعملنا مجلة في مجال الدراسات التراثية المتحفية طب تماما أنا لسه بقى مقتدي يعني إحنا بس فيه تفصيلة كده صراحة نتكلم فيها خلينا نطلع فاصل وارجع مع حداك تكلميني عن فكرة تواجد هذا البرنامج فقط للدارسين مع أن الهدف دلوقتي أنه يتم نشر هذا الفكر ده جزء جديد هنلتقل بعد الفاصل مع ضفتنا دكتورة رشام طاوة قبل الفاصل اتكلمنا عن الناحية الأكاديمية وفايدة هذا القسم من الناحية الأكاديمية ولكن دلوقتي بقى فيه شق جديد وهو طبعا اللي حيبقى الكلام عليه أكتر إنه هو تعليمي الشق التعليمي لمختلف قطاعات الدولة فكلمين عنه بالفعل إحنا بعد ما أنشأنا كل هذه البرامج وبدأ يبقى عندنا خارجين وإحنا دلوقتي البرامج تشغلبها لها عشر سنين من خبرتنا بقى في المجال بدأنا نشعر إن مهما خرقت من متخصصين ومهما حاولت تهتم بعملية إدارة التراث وحفظ التراث وترميم التراث لأنه هيفضل كل مشاريع التراث اللي بتقام دي هتصطدم بمشكلة موجودة يمكن في معظم مش بس في مصر موجودة في معظم البلدان العربية اللي هي قلة الوعي بأهمية التراث وبقضايا التراث وبمشاكل التراث وهنا نقصد الوعي المجتمعي الوعي المجتمعي بصفة عملها مش مجرد دارسين وباحثين وعلماء في هذا المكان ولكن تطبيقه على الأرض الواقع مع الأفراد المجتمع إزاي؟ بالضبط فطبعا لما تدركنا الموضوع ده بدأنا إن إحنا أولا فكرنا إن إحنا نعمل توجه أو نعمل شفت في التوجه بتاعنا إن إحنا مش بس بنتعامل مع متخصصين حفظ وإدارة التراث اللي هم موظفين الوزارات المعنية ولكن ننتقل كمان للتربويين إن إحنا نبدأ نخطبهم ببرامج تسقلهم بالمهارات اللازمة في تطوير أسلوب تعليم التراث وأنا عندي لو بصيت للعلوم ولو بصيت للعلوم على سبيل المثال هو أنا جيت البيولوجي هو المصري القديم أول من أبدع والمصري القديم هو أول من تمكن من عملية التشريح بتاعت الجسد ومعرفة كافية بالجسد وقدر يعمل لنا الممياء وده في حد ذاته حتى هذه اللحظة إحنا ما نقدرش نعمل حاجة زي كده وده بيعكس قد إيه المصري القديم كان عنده دراية ووعي وعلم وفي مجال البيولوجي أو مجال الأحياء لو جينا بصينا مثلا للفلك هو المصري القديم كان بيبني كل الأهرامات وكل المقابر وبيحدد اتجاهاتها وبيحطها عساس تبقى أن هي تبقى موجودة في مكاننا مرتبط بنجوم معينة في السماء وبالتالي هو مبدع في علم الفلك وهو أستاذ وخبير في علم الفلك يعني بتقترحنا تكون في كل مواد مثلا يبقى فيه جزء تراصي في كل مادة يعني في هذا المجال التراص ممكن يبقى إيه التراص موجود في كل حاجة أنا حتى وأنا بدرس الماس وأنا بدرس الحساب هو الجبر ما هو ده أصلا أسسه للجبر هم عرب فأنا الهوية والتراص المصري والعربي والإسلامي هو أصيل إذن أنا في كل حاجة هلقي تراص وهلقي تراص مرتبط بالمنطقة العربية إزاي أقدر أتعامل معي عن طريق أنشطة إسرائية عن طريقنا لما أجي أشرح للطالب أخده مثلا يروح يزور مكان واشرح له إزاي المصري كان بيستخدم الفلك عشان خاطر يقدر يحدد أعايزك تختميلي معلاش عشان وقت البرنامج انتهى تختميلي بشكل سريع هذا الكرسي هيفرق إيه بقى في الأفكار اللي أنت بتقوليها دلوقتي هيفرق إيه في المستقبل هيفرق إيه في قدرتكم على التواصل وتقديم خطط على مستوى مصر ومستوى الإقليم هذا الكرسي بعد ما أصبح معتمد بين اليونسكو هو بالفعل أصبح معترف به ليس فقط في مصر ولكن على مستوى الوطن العربي جهات مختلفة هيعمل على المستوى المحلي نوين نقوم إن شاء الله بحملات توعوية للمجتمع وإحنا بالفعل بدأنا أن نعمل حاجة اسمها خريطة طراص وبدأنا نعمل هنتوجه للمجتمع نفسه أنه يسجل طراصه بنفسه وهنعمل في داخل الجامعات زي يوم للطراص فهنلف في حملات توعوية لطلبة الجامعات كمان هنبدأ أن نخاطب خارج مصر في دورات تعليمية عن حماية التراص وعن حفظ التراص وعن الموثيقة الدولية اللي بتعتني بصيانة التراص زي التراص اللمادي والميساق اللي تعمل سنة 2003 والتراص المادي وإزاي بيحفظ وده من خلال الميساق اللي تعمل سنة 1972 فهتأعملي دورات تدريبية وتعملي أنشطة تخاطب المتخصصين تخاطب الكوميونيتي تخاطب طلبة المدارس وفي نفس الوقت احنا كمان بنعمل بحث علمي كبير عشان نطور من الدراسات في هذا المجال فهو كرسي المفترض أن احنا هنعمل مجلات وهنعمل يعني نشر علمي ونعمل أبحاث علمية متطورة في هذا المجال احنا جنبكم وطبعا يعني يد بيد في نشر هذا الموضوع والتوسع فيه لأنه من الموضوعات الهمة جدا احنا طبعا تراث مصر فخورين به وعايزين يكون كل شعب مصر على دراية وعلم به أنا فخورة بك يا دكتور راشا نورتينا شرفتينا الدكتورة راشا مطوع مدير مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي بجامعة حلوان وصاحبة أستاذ الكرسي اليونسكو ألف مبروك لجامعة حلوان ومزيد من التقدم وعايزين بقى نشوف نشوف النشاطات موجودة على أرض الواقع ونحس بهذا الفكر الأكاديمي يكون طبعا ملموس أنا سايب حضرتك دلاتي أنا في محضرة شغالة في تعليم التراث طب ده رائع جدا وإحنا هنتابعكم لكل سادة المشاهدين ويمكن الفكرة النهائية هي أهمية تراث أي دولة لحياتها سواء إذا كان مش الماضي فقط التراث ليس ماضي ولكن هو عنصر هام جدا في الحاضر والمستقبل ونشكركم عزائي المشاهدين وعلى وعد بلقاء جديد وبرنامجكم مع الناس